تعرفنا بنفسك؟ مستشار محمد المرشيجي رئيس محكمة السادق وأمين عام اتلاف القضاء الحالي طيب ممكن تشرح لنا يا فاندم ايه المشكلة انتوا ليه معتصمين ومعتصمين من امتى وايه مطالبكم؟ احنا معتصمين دلوقتي يدخلين في اليوم الثلاثة وعشرين باختصار لان احنا في سنة 2005 اعترضنا ان وزير عدل مصر يكون انسان مزور انتخابات ويكون انسان مرتشي انه قبل رشوة وهي وزارة العدل كان الشخص ده اسمه مدوح مرعي اعترضنا عليه وقفنا وابدين اعترضنا بكزة طريقة في نادي القضاء في 2005 و2006 فبعد فترة وجيزة بدأ في تصفيتنا كل من قال عليه لا او قال عليه مسور لانه ما فيش نظام قضائي في العالم وزيره يكون انسان مسور واللي احنا احتطنا منه فعلا حصل ان النهاردة اغلبية قضاء مصر وبالذات اللي بيمسكه لجان عليا في انتخابات من 2005 سواء رياسية او شعب وفي 2010 شعب او برلمانية وحتى في الانتخابات الحالية كل اللي مسحوا لجان عامة قاموا بعمليات التزوير التزوير ده سيدي الفاضل في القانون المصري هو جناية وجناية مشددة بالذات اذا كانت من موظف عام النهاردة لو فيه سواء تاكسي يزور رخصة سواء عشان يتعايش منه او يكون عيش بينحبس سبع سنين فما بالحضرتك المفروض بيطبق القانون ويقيم العد ازاي يقوم بعمليات التزوير او يكون مجرم مزوئ احنا النهاردة واقفين علشان نفاهم الشعب المصري لان السلطة في البداية والنهاية للشعب نفاهم الشعب المصري ان كل اللي بيحصل في مصر ده من فساد القضاء ومن هؤلاء المزورين لان لو كان هناك قضاء ما كانت هناك ثورة لو كان هناك عدل ما كان هناك اكتر من الفين شهيد وعشرات الالاف من المصادرين طيب ايه اخر تطورات الموقف اخر تطورات الموقف ان احنا الحمد لله راهنا على الشارع المصري وفوزنا في الرغم بتاعنا احنا ممنطلوبش من اي حد قاعد على كرسي حاجة لان احنا زي ما قلنا الحضرتك دي ناس مزورة وناس مرتكبة جرائب وعشان الناس ما تخلطش من امور احنا طلبنا مش فقوي لان احنا مؤمنين ان احنا لو رجعونا دلوقتي المجرمين دولا حيلبسونا او حيلفقونا طهم جنائية ترمي بنا في السجون عشرات السنين فاحنا معتصمين اعتصام مفتوح حتى تقديم هؤلاء المزورين والمرتكبين لجنايات ضد الشعب وضد افراد بعينهم للمحاكمة الجنائية طبقا للقانون المصري القضاء لو اتصلح الصحة هتتصلح التعليم هيتصلح هيكون في رضي عام بكل مسؤول يكون واثق ان الشرطة ما فسادتش او حسه بتميز على الشعب المصري الا لان النائب العام ومجلس القضاء الاعلى على رأسهم قسام الغرياني امتنوا عن عمل من اعمال وظيفتهم وهو رقابة جهاز الشرطة والاجهزة الادارية في الدولة نتج عن كده ضياء ضياء الاف الشهداء وضياء المليارات من المال العام وهو في القانون المصري جناية جناية الاضرار بالمال العام ويوم 25 يناير حضرتك وزملائك نوين تعملوا في يوم 25 يناير اللي كلنا معتبرينه بداية الثورة الحقيقية في مصر لان ما فضلش في الشارع جري الناس اللي مؤمنة بالثورة ومؤمنة بالتغيير بحق والناس اللي ما بندحقش عليها احنا طبيعيا موجودين في الشارع ومنخرطين مع القوة الثورية في توحد لانهاء الحكم الباطش اللي موجود حاليا في ارض مصر طب هل حاولتم التنسيق مع اي حد من زملائكم اللي ما تضرروش اخر اللي هو كم سنة دول او ما تفصلوش من الشهر كان هل في تضامن من دوائر اوسع من قضاء المستشاريين ولا ما فيش احنا ازام اقول حدود اكرهانا على الشارع والحمد لله في كتير من القضاء بدأوا ينضموا لينا من اللي موجودين على المنصات او اللي ما زالوا موجودين في عملهم لان في البداية هما اللي حصل فينا من الوزير المزور ممدوح مرعي حصل عشان يكون رادع لكل واحد موجود انه لازم ينفذ مقاله فالنهاردة بدأت الناس تعرف يعني ايه حق ويعني ايه ظل بدأت الناس يعني فيه قضاءه كتير وعلى رأسهم كان من يومين المستشار هشام جنينة وناس كتير من محكمة الاستئناف لقداد تشكيل الدوائر في القضاء المصري انضموا وبدأوا يتودوا معا لكن هو الرهان الحقيقي على السلطة الشرعية في البلد وهي سلطة الشعب لان الناس دي يجب ان تخلع كما خلع حبيب العدل واعوانه لم يتركوا مقاعدهم ديلك اجسام تعفنت اجسام السبعينات اللي لا ينقصها الا انه دوروا على شريط بالشام بكيبتهم ولا شريط بالشام لدودة تشغالة في جسمه الناس دي مش فاضية تحكم للشعب الناس دي اصبحت بتحكم على الشعب والدليل انه هو وصف الصوار بالبلطجية ووصف الضباط قتلت الصوار بمواطن الشريف الذي يدافع عن نفسه واخيرا عشان خاطر الشعب طبعا امن ان الناس دي لن تترك مناصبها وهم اللي افسدوا الحياة القضائية والحياة القضائية مش المحكمة بس لا هي كل عدالة موجودة في مصر سواء من توزيع السهروات او الحصول على وظائف في الدولة لان كل ده من اختصاص القضاء والعدالة المجرد احنا كاعتلاف قضاء حر بندعو كل مصري شريف كل والد شهيد كل والد شهيد كل مصاب كل مواطن حر بيبحث عن العدالة المجردة وعن حقه في مصر انه تواجد معنا يوم من الاتنين الساعة 12 امام دار القضاء العالي للاعلان عن حل مجلس القضاء الاعلى اللي رقم 3 فيه هو النائب العام اللي افسدوا الحياة القضائية والعدالة المجردة في مصر شكرا